السلام عليكم كل عام والأمة الإسلامية بخير فريدة الحج لعام 2023 وأغبار هامة عن الحج السياحي لعام 2023 وآخر أغبار الحج وإليكم أيضا أغبار خاصة من المملكة العربية السعودية قبل التفاصيل أتمنى لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليس لكم كل جديد لو تشوفوا القناة الأول مرة أتمنى عمل جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله ستنهل أعجبكم نشرنا تباعا ما أعلن عن حج 2023 حتى الآن وإليكم آخر الأغبار متبقي يوما فقط على آخر موعد للتقديم للحج السياحي لعام 2023 وذلك بعدما أعلنت وزارة السياحة والأصار عن مد باب التقديم إلى يوم الخميس المقبل بإذن الله تعالى الموافق السابع والعشرين من إبليل لعام 2023 بدلا من الأربعاء الماضي 19 إبليل 2023 على أن تكون الكرة يوم ل30 إبليل لعام 2023 وذلك الاختيار نحو 16 ألف من بين المتقدمين للحج السياحي لعام 2023 أعلن أن أعداد شركات السياحة التي ستقوم بتنظيم بحالات حج السياحي هذا العام يتروح ما بين 1500 ل 1600 شركة وأعلن أيضا أن أول الحالات سوف تبدأ بإذن الله ابتداء من مطلع شهر زلقعدة للعام الهجرية 1444 الذي يوافقه 21 مايو لعام 2023 وأن تكون آخر حالات الحج التي ستستقبلها المملكة العربية السعودية يوم 4 زلحجة الموافق الثاني والعشرين من يوليو لعام 2023 أما عن موعد مغادرة الحج من المملكة العربية السعودية سيكون ابتداء من يوم 13 زلحجة من العام الهجري 1444 الذي يوافقه الثاني من يوليو 2023 على أن تكون آخر موعد لرحالات الحج المغدرة من الأراضي المقدسة يوم 15 محرم من العام الهجري الجديد 1445 الذي يوافقه الثاني من أغسطس لعام 2023 أما عن أخبار المملكة العربية السعودية أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعطيل دراسة غدا الأربعاء في عدة مناطق بسبب سوء الأحوال الجوية ومن هذه المناطق الطائف وجامعة الطائمة وغيرها من المناطق مثل زهران الجنق انتظرونا بإذن الله بكل ما هو جديد عن فريدة الحج العام 2023 أتمنى لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وادمتم في باعية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله